تتواصل فعليات ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورة الثانية والثلاثين بدار الأوبرا المصرية بمشركة عدد كبير من نجوم الفن وتشهد فعليات المهرجان اقبالا كبيرا من المواطنين منذ انطلاقها يوم الجمعة الماضية على مصرح النفورة بدار الأوبرا المصرية تتواصل فعليات ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورة الثانية والثلاثين حيث كان الجمهور على موعد مع عدد من نجوم الفن والطرب الأصيل في ليلاته الخامسة كل سنة بيبقى فيه دايماً اختلاف عن السنة اللي قبلها شايفة كمان إن السنة دي فيه حاجة جديدة حصلة الأوبريتات التي تتعرض على المصرح الكبير دي جديدة السنة دي سيد درويش طبعاً فالحمد لله إحنا بنتطور كل سنة عن اللي قبلها أنا شخصياً بستنى المهرجان ده من السنة للسنة لأنه الحقيقة بيبقى الجمهور جاي عايز ينبسط يعني منشن بالنسباله أو هدف بالنسباله منشن سوري بالنسباله إنه ينبسط فده في حد ذاته بيدينا إحنا كفنانين حافظ إن إحنا نبقد هذه الرغبة من عنده عايزين نحقق هاله جامد ومن بين فعاليات الليلة الخامسة صالون الأوبرا الثقافي بالمصرح الصغير بعنوان الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي فرص وتحديات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وتشهد فعاليات المهرجان أقبالاً كبيراً من المواطنين منذ انطلاقها يوم الجمعة الماضي والله ممتازة جداً جداً يعني والمهرجان عاملين فعاليات كويسة السنة دي هو موضوع الأوبين إير ده ورده عامل جو جديد للمهرجان وكده وكل سنة بيزيد أحسن وبيرتقوا بيه أحسن وأفضل يعني لا هو طبعاً البرنامج حلو جداً طبعاً راحت ما ينكرشي وبيعمل تضامن بين الدول العربية إن فيه عشقاء عرب كتير بيجوا يحضروا المؤتمر والله كل الفعاليات جميلة جداً بداية من المؤتمر العلمي أنا حضرته من أول ومن أول الجلسات لحد آخر جلسة النهاردة ودينا هو في الحفلات المسائية والمؤتمر بصراحة منظم بشكل رائع جداً يعد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية من أهم المهرجانات الدولية المتخصصة في مجال الموسيقى على الساحة الفنية في الوطن العربي وتحظى حفلاته بجماهرية كبيرة على مسارح الأوبرا كافة أحمد الحسيني التلفزيون المصري